الفكرة أن يكون تكريم أسماء الصناعية الذين خدموا البلد تكريماً متقناً والإتقان يكمن في التعرف عليهم وعلى إنجازاتهم ملخص كتاب صناعية مصر مشاهد من حياة بعض بنات مصر في العصر الحديث تأليف عمر طاهر بصوت عبد الكامل الخليلة إن بحت في تاريخ مصر الحديث ستجد أن هناك العديد من المجالات التي برز فيها عدد من الشخصيات مما اللعبوا دوراً كبيراً في بناء تاريخ مصر الحديث خلال القرن العشرين ولكن أغلبهم لم ينل الشهرة الكافية ولا التقدير المناسبة لما أنجزوه بل إن منهم من تم سجنه وتجاهله تماماً وإن كنت غير قادر على التفكير في إحدى هذه الشخصيات التي أشير إليها فهنا سأسلط الضوء على هؤلاء الأبطال الذين ظلوا لسنوات يعانون من التهميش فآن الأوان لكي يكونوا معروفين لدى الأجيال القادمة فمن حق هؤلاء أيضاً أن يتعرفوا على البنات الحقيقيين لبلدهم مصر أو أبرز الشخصيات العامة المصرية التي أثرت في الحياة اليومية للمصريين خلال القرن العشرين الفصل الأول انتعشت الصناعة والتجارة في مصر خلال القرن العشرين بفضل عدد من رجال الأعمال البارعين شهد القرن العشرون نمو العديد من الصناعات في مصر إذ برز عدد من رجال الأعمال على الساحة من خلال شركات حققت نجاحاً كبيراً وتركت ذكريات لا تنسى في الوعي الجمعي للمصريين أبرز هؤلاء هو حمزة الشبراويشي الذي أسس مصنع كولونيا ثلاث خمسات الذي توزعت فروعه في مصر والسودان حتى إن الرئيس جمال عبد الناصر كان يستخدم الثلاث خمسات وكانت أم كولتوم الوجهة الإعلانية لمنتجاته وقد ساهم هذا المصنع في تسديد بعض ديون مصر التي اقترضتها من أجل بناء السد العالي أما أول مصنع للشوكولاتة في مصر فقد تم تأسيسه بواسطة الخواجة تومي خريستو الذي كان يهتم بسعادة العاملين في المصنع لدرجة أنه أنشأ لهم ملعبا لكرة القدم بجانب المصنع ودارين للعرض السينمائي في مجال النقل العام كان عبد اللطيف أبو رجيلا قد أحدث طفرة من خلال أتوبيسات أبو رجيلا التي كانت آية في النظافة والتنظيم واحترام الركاب ويدكر أنه وجه لنقل الجنود المصريين بواسطة الحافلات الخاصة بشركته خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 أحدث أبو رجيلا تطوراً كبيراً في نادي الزمالك الذي تولى رئاسته إذ أقام استاداً خاصاً بالفريق في منطقة ميت عقبة وفي صناعة الزجاج كان محمد سيد ياسين هو الرائد في هذا المجال فقرر الرجل إنشاء مصنع للزجاج ينافس به المنتجات المستوردة وقد ساعده مؤسس بنك مصر الباشا طلعت حرب وأقرضه جزءاً من المبلغ الذي أسس به المصنع أما جوزيف ماتوسيان فكان أول من أنشأ مصنعاً للسجائر في مصر والذي اتخذ اسمه كيليو باترا متأثراً بنجاح فيلم كيليو باترا الأمريكي في مطلع الستينيات الفصل الثاني امتلكت مصر مهندسين من الطراز الرفيع ما تزال أعمالهم حديث العالم إلى اليوم قامت الحكومات المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بتشييد عدد من المنشآت التي لا تزال حتى الآن شواهد معمارية فريدة من نوعها مثل برج القاهرة الذي بناه الرئيس ناصر بالأموال التي أرسلتها له الولايات المتحدة على سبيل الرشوة حتى لا يدعم الثورة الجزائرية وقد اختار ناصر لتلك المهمة المهندس المصري البارع ناعوم شبيب الذي رأى عدد من المهندسين استحالة إنشاء البرج في منطقة الجزيرة نظراً لأن الأرض هناك طينية ولكن العبقرية شبيب كان له رأي آخر إذ أسس للبرج على مسافة بعيدة في عمق التربة ما يضمن الأساس الصلب وبالفعل نجحت الفكرة ولا يزال برج القاهرة قائماً إلى الآن أما محمد صدقي سليمان فكان له فضل كبير في إتمام المرحلة الأولى من السد العالي الخاصة بتحويل مجرى النيل إذ نجح الرجل في مهمة شق الجبل وتحويل مجرى النيل من خلال تنظيم العمل والإشراف اليومي عليه وتحفيز العمال مادياً ومعنوياً مما جنب مصر بذلك خسائر مادية ومائية كبيرة كانت قد بلغت أربعة مليارات متر مكعب من الماء ناهيك عن خراب الأراضي الزراعية الناتج عن فيضان مياه النيل مهندس آخر هو محمد كمال إسماعيل الذي حصل على الدكتوراه في العمارة الإسلامية من فرنسا خلال عهد الملك فاروق وضع إسماعيل الرسم الهندسية لمجمع التحرير بشكله الحالي والذي أصبح من المعالم الرئيسة للقاهرة في عام 1951 إضافة إلى رسم مبنى دار القضاء العالي والعمل على مشروع توسيع المسجد الحرام اقتباس سأل أحدهم أبرجيل يوماً نصيحة منه كيف يمكن أن يصبح الشخص مليونيراً؟ قال لكي تصبح مليونيراً عليك أن لا تفتش عن المال ولكن فتش عن النجاح الفصل الثالث ترك عدد من المسؤولين المصريين أثراً طيباً في المناصب التي شغلوها منذ عهد محمد علي باشا وحتى الآن مر على مصر مسؤولون أكفاء تركوا بصمة واضحة في مجال عملهم أول هؤلاء الطبيب الفرنسي أنتوان كلوت الذي استعان به محمد علي ليحارب الأوبئة والأمراض في مصر في مطلع القرن التاسع عشر إذ جاء الرجل بعد أن أخذ عهداً من محمد علي أن لا يتدخل أحد في عمله وأنشأ مدرسة لتعليم الطب أشرف عليها بنفسه وشجع الطلاب على الدراسة فيها من خلال صرف راتب شهري لهم ورغم محاولة اغتياله بسبب اعتراض المصريين على فكرة تشريح الجثث إلا أنه لم يستسلم وأخذ عدداً من الطلاب معه إلى فرنسا إذ تعلموا الطب هناك وعاد إلى مصر مرة أخرى فنقل المستشفى في منطقة العباسية إلى القصر العيني كما ابتكر عدداً من الأمصال والتطعيمات لعلاج الجدري وأمراض الأطفال أما وجه أباضة محافظ البحير الأسبق فقد أحدث طفرة في المحافظة ونهض بها عبر الاستثمار في مواردها لدرجة أن أهل المحافظة قد تظاهر اعتراضاً على رغبة الرئيس جمال عبد الناصر في نقل أباضة وتعيينه محافظاً على أسوان أثناء تشييد السد العالي وكان اللواء أحمد رشدي مضرب المثل في الانضباط والشرف ببساطة كان أفضل وزير للداخلية أعرفته البلاد ففي عهده استعادت القاهرة الأمن والانضباط كما نجح في القبض على تجار المخدرات في منطقة الباطنية وكان نهجه في مكافحة الجريمة فعالاً لدرجة كبيرة ومن الوزراء الممتازين أيضاً كان النبو المهندس الذي تولى وزارة الصحة في الخمسينيات إذ أنشأ أكثر من 2500 وحدة صحية ومعهد القلب والتأمين الصحي وتبنى مشروع تنظيم الأسرة واللقاحات ضد مرض التفؤيد كما قاد حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال وأسس هيئة الرقابة على الدواء لتنظيم بيعه وتحديد أسعاره الفصل الرابع أصبحت مصر منارة للفنون والثقافة والآداب خلال القرن العشرين شهد القرن العشرون ظهور عدد من الأسماء اللامعة في مجال الفن والأدب والصحافة فبرع بديء خيري في كتابة المسرحيات التي كان بطلها نجيب الريحاني إضافة إلى أغاني كثيرة قدمها بالتعاون مع الشاعر الكبير سيد درويش مثل سالمايا سلامة أما أندريا رايدر ذو الأصول اليونانية فكان أفضل مؤلف للموسيقى التصويرية في تاريخ السينما المصرية إذ قدم الموسيقى التصويرية لأفلام مهمة مثل اللص والكلاب وعددا من الأغاني الشهيرة مثل والله زمان يا سلاحي بالنسبة إلى كوكب الشرق أم كلتوم فقد اعتمدت على فرقة موسيقية ممتازة تضم عازفين مهرة من أمثال محمود القصبجي وأحمد الحفناوي لذلك كانت حفلاتها وما زالت لها سحر خاص يميزها عن غيرها من المطربين وفي السينما كان المخرج فطين عبد الوهاب الذي اكتشفه الفنان يوسف وهبي حين ساعده في إخراج فيلم غزل البنات ويعد عبد الوهاب أحد أفضل مخرجي الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية إذ قدم للشاشة إسماعيل ياسين ورياض القصبجي وغيرهما وبالنسبة إلى الصحافة الرياضية ابتكر نجيب المستكاوي أسلوبا في النقد الرياضي يقوم على عدم التركيز على الفرق الكبرى مثل الأهل وزمالك وإطلاق ألقاب على الفرق الرياضية مثل الدراويش والشواكيش كما كان يضع تقديما لكل لاعب بعد المباريات وفي الإنشاد الديني لم يكن هناك أفضل من سيد النقشبندي الذي كان يسكن بجوار مسجد السيد البدوي في طنطة وما يزال رمزا من رموز شهر رمضان بسبب إنشاد مولاي الشهير الذي قدمه بالتعاون مع الملحن الكبير بليغ حمدي اقتباس بعد خمسين فيلما كان الناس يسألون فطين لماذا هجر الأفلام الجادة وتفرغ للكوميديا فكان يقول إن الناس ترتاح أكثر لصاحب الوجه البشوش وهم في حاجة طوال الوقت لمن يغسل أعصابهم من المتاعب الفصل الخامس حققت المرأة المصرية نجاحات كبيرة في العديد من المجالات استطاعت المرأة المصرية أن تتصدر المشهد في عدد من المجالات الحيوية في القرن العشرين ففي السياسة تولت حكمة أبو زيد منصب أول وزيرة مصرية للشؤون الاجتماعية عام 1962 وفي الإعلام كانت صفية المهندس أول امرأة تقدم برنامجا في الإذاعة المصرية إذ قدمت عدة برامج اجتماعية مثل ركن المرأة وإلى ربات البيوت وفي الصحافة تميزت سناء البيسي في كتابة الأخبار والتحقيقات في جريدة الأهرام كما أسست أول مجلة نسائية في مصر وهي نصف الدنيا وقد أشاد بأسلوبها كتاب كبار مثل نجيب محفوظ ومحمد حسني هيكل برزت أيضا نظير نيقولة التي تعلمت فنون الطهي وألفت فيها كتابا بالتعاون مع بهي عثمان وقد حقق الكتاب نجاحا كبيرا مما جعل وزارة التربية والتعليم تقره ضمن مناهج التدبير المنزلي أما السيدة نتيلا راشد الشهيرة بماما لبنى فقد اهتمت بالطفل وأسست مجلة سمير التي قدمت للأطفال معلومات في عدة مجالات من الرياضة إلى العلوم والتكنولوجيا في صورة قصص مبسطة ليتمكن الأطفال من استيعابها فقرة بارزة من الكتاب ألهمت سناء البيسي كثيرين من الذين عملوا معها وتخرجوا من تحت يدها ويشكلون الآن قوام مهنة الصحافة في مصر علمتنا أن الانفراد الحقيقي في احترام القارئ وأن الصحافة تحديدا على أدمة الديها تديك وأن الصحفية ناجحة يجب أن يكون واعيا بالسياسة والثقافة والرياضة والطب والتاريخ والأدب والشعر وعلم النفس والتصوير والطباعة وأن يعرف شيئا عن كل شيء وكانت تؤكد أن هناك فرقا بين الكتاب بضم الكاف والكتبة فالأول قلمه متصل بضميره والثاني قلمه متصل بالتلفون يملي عليه ما يكتبه وما لا يكتبه الخاتمة القرن العشرون كان شاهدا على تميز أسماء كثيرة في عدة مجالات داخل مصر ففي الصناعة تميز رجال أعمال مثل عبداللطيف برجيلة الذي نهض بالنقل العام وطوره فضلا عن عدد من المهندسين البارعين أمثال نعوم شبيب الذي تولى مسئولية بناء برج القاهرة إلى جانب عدد من الوزراء المميزين مثل اللواء أحمد رجدي وهو أفضل وزير للداخلية في تاريخ مصر الحديث كما تميزت المرأة في عدد من المجالات مثل سناء البيسي التي أسست أول مجلة نسائية في مصر وحكمة أبو زيد التي كانت أول وزيرة للشؤون الاجتماعية وفي الفن برع تومي رايدر الذي أدخل الموسيقى التصويرية إلى السينما المصرية كما تميز في الإخراج فطين عبدالوهاب الذي قدم أفضل الأعمال الكوميدية تلك الأسماء وغيرها شكلت القوة الناعمة لمصر وما تزال أعمالهم خالدة إلى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر